موسيقى 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 الأبنودي قبل يومين أحد أحبابي يبعث لي قصيدته المشكورة تناتيش في مدح عبد الناصر رحمة الله العبد الناصر الأبنودي جميع موت المسلمين والمسلمات طبعا الأبنودي في بداية هذه القصيدة ينفي أن يكون ناصرياً ولا في يوم وبالذات في حينه وفي زمانه لكن يقول إيه العفن وفساد الأوم القوم يعني نساني حتى زنزينه في سجون عبد الناصر واضح أنها قصيدة هذه التناتيش أيها الإخوة في البكاء على ماذا على عهد من عهود الاستبداد يقول زنزين وظلم بس الآن نحن نبكي عليها مثلما ينسى بالعام عليه إن صح هذا ربّى يوم كنت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه هو هكذا؟ لماذا؟ وهذا أيضاً ينبغي أن يكون موضوع محاضرات وخطب كثيرة يتناولها الآخرون يسهموا فيها ما هو؟ كيف انتهينا أيها الإخوة إلى حالة نبكي فيها على الاستبداد وأيام الزنزين والسجون واضح طبعاً لأننا صرنا في حالة أسوأ وأردأ منها بمراحل بمراحل على الأقل كان فيه زنزين في استبداد وفيه استقرار وفيه شوية إنتاج وإنجاز فيه بلا شك وفيه عزة وفيه وحدة نوع من الوحدة نوع من ضمير المجموع وذكر هذا الأبنود في قصدته لكن الآن كل شيء يضيع كل شيء يتلاشى شيء مقيف أمه يأكل بعضها بعضاً وحريص بعضها على أن يأكل بعضاً ويخدم بعضاً هذا ليهمنا هذا كله كلام نعيشه لماذا نصفه؟ نحن نعيشه وهذا غير كافي وكلام الأبنود غير كافي واستدعاء بيت الإمام عليه ربّا يوم بكيت منه غير كافي بالمرة يجب أن نتجاوز هذه المحاوة الفهم والتحليل لماذا؟ ما الذي ذهانه؟ من أين أوتينا؟ ما سر هذا الخبال الذي نحن فيه؟ أنا أقترح مبدئياً هذا سؤال كبير لابد أن تتعاوره أدمغة كبار مفكري هذه الأمة أو مفكرين إعظام في هذه الأمة أقترح أننا بفعل الزنزيم بفعل الظلم بفعل كبت الحريات مصادرة الحقوق نعيش هذا من عقود للأسف الشديد بفعل هذا كله للأسف الشديد كانت ردّت فعلنا عاجزة فاشلة فشلت في أن تعمل على بلورة مزاج وعقلية وروحية وخطاب أو خطابات تعايش وتسامح وحريات حقوق بل قضينا الفترة تقريباً السابقة كلها إلا قرين من أجل الإنصاف في ماذا؟ في بناء خطاب ثأري انتقامي دمغي يحب فقط أن يدين يدمغ الحقب الماضية وأن يثبت أنها مدموغة وأنه لا بد من إدانتها وأنه أن يلعن يلعن هذه الحقبة بكل رموزها لا بأس يمكن أن تفعل هذا وقد فعلنا هذا ما شاء الله بتجويد عظيم وأصبح هذا الخطاب مملوعاً بإرادة ماذا؟ الثأر مهجوساً بهاجز ماذا؟ العنف عضاه عنف إن لم يكن جهيراً فهو ضمني مضمّاً هذا هو الخطاب أيها الإخوة في معالمه العامة في فترة معينة هذا الخطاب وجد فرصته فانفجر يتجلى وعلى فكرة نفس الشيء نفس الأوضاع القديمة التي بنت هذا الخطاب نسلت ونُسلت منها أيها الإخوة وأوضاع جديدة والعياذ بالله أبعث منها طبعاً اضطهاد اضطهاد الشعوب والجماعات والطوائف وقتل الناس على خلفية طائفية وغيرها وحكومات تعرفون ماذا أقصد؟ لا أحب أن أدخل طريقة وضعها في السياسة متى سنفهم أنه لا حل إلا ثقافة وصفة في رسبي واحدة وصفة واحدة التعايف والتسامل يجب أن يفهم هذا ثقافة التنافي والإقصاء والاستقواء بالآخر الآخر الإقليمي والآخر العالمي على الأخ وابن الوطن وجارف الوطن باسم كذا وكذا وكذا وتبريرات وديباجات أيدولوجية دينية وغير دينية والله العظيم كل هذا ينتهي بنا إلى ما ينتهي به الآن أقسم بالله وصفه الفناء الكامل متى سنفهم هذا؟ لا أدري طبعا وأنا فاهم أنا فاهم ماذا لا نفهم هذا؟ واضح كما قلت لكم في ثقافة مسطحة شعوب مسطحة خطاب مسطح لا يحبون العمق لا يحبون التأمل لا يحبون الفهم العميق ولا يحبون من ينصح يكرهون الناصحين يلعانون الناصحين من نصح لهم يلعانونه وطبعا ينصقون به كل تهم شيء عجيب ترجمة نانسي قنقر